لآلة الاتهام من ترومب يبحثون عن هونتر. هذه إجابتي أنا هنا. دعوني أقول بأوضح ما يمكن أن والدي لم يكن له علاقة مالية في عملي ولا كعضو في مجلس إدارة بريزما ولا في أعمالي في الوطن ولا في الخارج ولا حتى كفنان. بالنسبة لمعركتي مع الإدمان أهلي كانوا إلى جانبي فقد أنقذوا حياتي وساعدوني بأشكال لا أستطيع أن أسدد لهم هذا المعروف وكانوا مسؤولين عن الأمور المالية ولكن ما يحدث الآن هو غريب وأيضا يدعون الخجل فلا شيء يؤكد أن والدي متورد في أعمالي لأن هذا لم يحدث على الإطلاق. جيمس كومر جيم جوردن جيم جوردن جيسون سميث وزملائهم زوروا الحقيقة بأخذ بيانات أو كشوف للحسابات المصرفية ومعلومات من شركاء في العمل وأخذوا معلومات شخصية سرقت مني فلا يوجد أي نزاهة ولا عدالة بما يقوم به هؤلاء الجمهوريين لقد كذبوا مرارا وتكرارا حول كل جانب من جوانب حياة مهنية ما جعل حياتهم هي أكاديب يصدقها كثر على الرغم من تكرار هذه المرات ووقفوا ليقولوا أن دعمنا للحرب في أوكرانيا وهو بسبب الرشوة وبالتالي إن محبة والدي كانوا يمثنوها وكأنها سواد وليس لديهم أي خجل لقد شاركوا في تدخل سياسي لما هو عبارة عن تحقيق أجري على مدى خمس سنوات بالنسبة للوضع ولكن ها أنا أعود أمامكم وأنا أختار أن أقف أمام الجميع وأن أشهد في هذه جلسة الاستماع العامة الجمهوريين لا يريدون ذلك في عملية مفتوحة حيث يمكن أن يرى الأمريكان أسلوبهم وسيسمعون ما سأقوله أمامهم ماذا يخشون؟ أنا هنا وأنا مستعد كان هذا مؤتمر ليردجل الرئيس الأمريكي جو بايدن هونتر بايدن بعد توجيه تهم جنائية له في قضايا ضرائف فدرالية منها التهرب والاحتيال وأيضا حيازة سلاح ومخدرات لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر